صباح الخير مشاهدي نايل لايف ونهاركو دايماً سعيد مليان بالأمل والتفاؤل صباح الخير مشاهدي مصر ومشاهدي كل مكان في العالم العربي اللي بيشاهدنا على شاشة نايل لايف صباح انتخابات مبارح والنهارده أليل جداً في وضع الورقة في الصناديق أصبح الأول ونكمل كلامنا صباح الخير يا رانيا صباح الخير يا أشرف إزايك صباح الخير يا سارة صباح نايل لايف بنصبح على كل مشاهدي نايل لايف وكل مكان بنصبح على كل المصريين وفعل الانتخابات يمكن عكس ما كنا متوقعين عكس الحماسة والإقبال اللي كان موجود في البداية ليه مش عارفين هنتفسر ده على مدار حلقتنا النهارده طول اليوم صباح الخير على ايه أشرف خلاص نفذني أشرف مش قادق قدامك خلاص حاجة صخنة والحاجة سقعة صخنة طبعا يا سارة يوبح بقى كده نضافها شوية سانيا يا أهد بس عايز أقولك إن الكاتر بقى له ثلاث ساعات هنا بيغلي حد دبنا كنت هسيح جنبه بس أعمل لكم حاجة صخنة أعمل لنا حاجة صخنة حاجة صخنة مش كتير ها؟ شكلي مش عامل لكم حاجة حاجة لا ممكن ممكن حد يشاعدك تفندني يا سارة طيب يعني أنا عايز أقول بس إنه آآ قول يا سارة صباح الخير صباح خير على كل الناس وبحاول أعمل لهم أي حاجة صخنة كده يبتدوا بيها يوم ومن نهاردة علشان اليوم يبتدي صخنة جدا بس واضحة إني مش هعرف أشرف معاكم دلوقتي يقولكم اي هي الفقرات؟ آآ زي ما حضرتكم عارفين طبعا إنه آآ انتخابات الاعادة كانت مبارح والمفروض إنه هو في آآ بيتنفسه تقريبا هم ناس آآ هم نفس الناس تقريبا إنه هو على 52 مقعد لأن الانتخابات في المرحلة الأولى ما كسبش منهم أو ما زال إحنا برضه في المرحلة الأولى ما كسبش منهم غير أربع أشخاص يعني معناها تقريبا بنعيد الانتخابات تاني بس المفاجأة الغريبة الشعب المصري عمل مفاجأة غريبة إنه زي ما عمل مفاجآت في إنه هو نزل عشان انتخابات في يوم الاتنين والثلاث زي ما عمل برضه مفاجآت غريبة إذا كان آآ ناحية الكتل الإسلامية أو الكتل الليبرالية أو الكتل أيا كان الأحزاب مفيش حد نزل تقريبا يعني عدد قليل جدا اللي نزل عشان يعمل آآ آآ يضلي بصوته في الانتخابات الاعادة دي حاجة غريبة ومش آآ يعني مش طبيعية والله يا أشرف الموضوع ده الحقيقة شغل بالناس كتير جدا مبارح وتفسر بأكتر من طريقة تفسر أولا بإنه آآ في ناس جالها حالة من حالات اليأس بسبب التغطية الإعلامية لبعض القنوات واللي كانوا دايما بيقولوا أو بيشيروا إنه مؤشر الانتخابات أو مؤشر المرحلة الأولى من الانتخابات خلاص ابتدى دايبان فالناس ابتدت تحس إنه طب أنا هنزل أعملي ويمكن ده كان من أساليب النظام السابق اللي كان دايما حريص على إننا نيقس وكان دايما حريص على إننا ما ننزلش وكان دايما حريص على إننا ما نقولش صوتنا أو ما ندليش بصوتنا لإن النتيجة محصومة عايزة أقول لكم النتيجة مش محصومة دي مجرد مرحلة أولى لسه المرحلة اللي جاية لسه فيه مرحلة تانية لسه فيه ممكن يبقى فيه إعادات تانية لسه مش عارفين إيه اللي هيحصل تبناش بقى نتكلم عن فكرة المؤشر واللي تحسم واللي ما تحسمش لإنه لسه مفيش حاجة تحسمت وإذا فيه حاجة تحسمت فدي تبقى دي برضو إهانة للشعب المصري مرسية عايزة يا رانيا بجد أأكد على كلام اللي انت بتقوليه لأ مرسي ممكن بعد الحلقة نفتر بقى ممكن بعد الحلقة بقى نفتر فول وتعمية وكل اللي ها أعاين إحنا كنا بنتكلم دلوقتي عن إنه الإقبال الجماهيري مبارح والنهارده إن شاء الله ما يحصلش زي اللي حصل مبارح الإقبال الجماهيري قلب كتير قوي عن يوم الانتخابات في المرحلة الأولى فبنحاول نفسر ده ليه أو بنقول إيه التفسيرات اللي تقالت تسببت يا رب ما تكونش الحماسة كانت في الأول بس واخدى الناس وبعد كده الدنيا بدأت تهدى لا يا جماعة الموضوع لسه مخلصش خالص لو انتوا بجد كنتوا عايزين مستقبل أفضل لمصر الفترة اللي جاية أو مرحلة اللي جاية أكيد ما ينفعش إنه مرحلة الأولى فقط بس هي اللي يكون فيها الحماسة دي والله يا سارة هلين تكون الحماسة دي تفضل مستمرة لحد مرحلة التانية والتالتة لحد انت خباية الرئاسية إن شاء الله والله يا سارة والله يا رانيا المؤشرات لحد دلوقتي بتقول مشاهدي نايل لايف إنه الكتل الخاصة بالإسلاميين إذا كان السلافيين أو الإخوان المسلمين هم تقريباً حيحصدوا أغلب غالباً كل المقاعد في مجلس الشعب احنا عندنا على فكرة فقرة مهمة جداً النهاردة ومؤشر مهم جداً لازم ناخد بالنا منه أياً كان مين الطيارات اللي حتحكم مصر أو مين اللي حيبقى ليها الكلمة الكبيرة احنا عندنا النهاردة شاب مصري أخد جايزة في مجال العلوم فعلاً مسابقة عملت في دولة قطر وأخد جايزة والتنافس على هذه الجايزة علماء كبار جداً زي فارق الباز مثلاً وقدر أنه هو بالاختراع اللي هو اخترعه أنه هو يكسب بالعلم أياً كان اللي حيحكمنا مين؟ أياً كان مين الرئيس الجمهورية اللي جاي؟ أياً كان إخوان مسلمين وسلافيين؟ احنا بالعلم بس هنعرف ناكل احنا بالعلم بس على فكرة هنعرف نتقدم احنا بالعلم بس هينفع أن احنا يبقى لنا كيان في القرى الأرضية وسط الاختراعات والتقدم التكنولوجي في جميع أنحاء العالم عندنا النهاردة ضيف بيشرفنا على فكرة الأول مرة في تلفزيون المصري أو يمكن على التلفزيونات عموماً ده هو في تلفزيون المصري الأستاذ هيسم دسوقي الحاصل على لقب نجم العلوم اللي اتعامل المسابقة في قطر هيكون كمان عندنا فقرات تانية مهمة كمان عن الانتخابات والمرحلة الأولى من الانتخابات وفكرة إعادة الانتخابات عدم الإقبال الجماهيري اللي كان حاصل ليه؟ برضو هنحاول نفسر الموضوع ده أو إعادة الانتخابات مع الأستاذ حسين عبدالرازي عضو المكتب السياسي لحزب التجمع ده خير كمان إن احنا هيكون معانا الأستاذ شادي العدل وهو المدير العام لمؤسسة بكرة للإنتاج الإعلامي ودرسات الإعلامية والحقوقية مبادرة الإنسادة وصمر حسيني نكلم معهم النهاردة أكيد عن التفاصيل كلها لو حضراتكم طبعاً تكونوا موجودين في الفقرة والتبعوها معانا عشان تعرفوا كل حاجاتنا سريعاً الفقرة الجاية الأستاذ أمينة خيري الصحفية في جريدة الحياة اللندنية هتكون في استضافة صارة اللي عملت لنا الحاجات السخنة الجميلة هي الفقرة الجاية نبتدي يومنا ونشوف آآ الانتخابات هتودينا على فين